سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة برئيس اللجنة البارا الأنبية البحرينية مشيدا سمو بجهود اللجنة في تنفيذ الخطط الداعمة لذوي العزيمة في المجال الرياضي متمنيا سمو لجميع منتسبية اللجنة دوام التوفيق والنجاح وبحث سموه مع الشيخ محمد بن دعيج الخليفة سبل تطوير البرامج الرياضية لذوي العزيمة والذي يسهم في تطوير قدراتهم ويدفعهم للوصول إلى الجهزية المطلوبة من أجل الظهور المشرف والمنافسة بمختلف البطولات لإحراز المزيد من الإنجازات الرياضية للرياضة البحرينية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مستمرون في دعمنا لذوي العزيمة في مجال الرياضة فهدفنا دفع الجهود لدعم وتطوير مختلف رياضات ذوي العزيمة ليتواصل عطاء منتسبيها نحو تحقيق نتائج متميزة في المشاركات القادمة واستمع سموه خلال اللقاء لشرح موجز من قبل رئيس اللجنة البارالنبية البحرينية حول استعدادات اللجنة لاستضافة وتنظيم دورة الألعاب البارالنبية الأسيوية للشباب تمني سموه التوفيق والنجاح للجنة بما يعزز جهود دعم السياحة الرياضية في مملكة البحرين من جهتي أشهد رئيس اللجنة البارالنبية البحرينية سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة بالجهود المميزة لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في دعمه المتواصل لذوي العزيمة في مختلف المجالات لسيما في المجال الرياضي مما ساهم في تبوئها مكانة مميزة على المستويين القري والدولي موضحا أن لجنة البارالنبية البحرينية تسعى جاهدة لتعزيز ما وصلت إليه البحرين ومن تقدم على مستوى الحركة البارالنبية من خلال التأكيد على المشاركة والصدافة مختلف المحافل والبطولات